بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن برنامج ان انستولر. لو كتبنا كده في خانس سيرش على جوجل. هيظهر لنا كأول نتيجة بحث لو ضغطنا كده عليه. هيظهر لنا عطول الموقع صاحب هذا البرنامج. وكنا اتكلمنا قبل كده عن برنامج درايفر بوستر. وازاي بنقدر نحن نعمل افضلات لتعريفات الجهاز عندنا. وازاي بنقدر نعرف اي جزء من الجهاز مش متعرف عشان يشتغل بشكل سليم على البرنامج. البرنامج ده برضو من انتاج نفس الشركة ومن هذا الموقع برضو درايفر بوستر. بيمتاز بقى بان هو يقدر يشلك كل البرنامج بكل ملحقاته على الجهاز. يعني لو حالك مسحت اي برنامج من عن طريق كنترول بنل. يعني لو محابين نمسح اي برنامج بنروح كده على طول على كنترول بنل. نقل كده كده كنترول بنل بزرناه طبعا في خانة بنروح على دي كل برنامج اللي عندي على الجهاز لو حابب ان انا اشيل اي برنامج فيهم باعلم كده عليه وبعد كده اقول له بس ممكن بعد ما يعمل البرنامج بتلاقي ليه بعض التطبيقات او بعض الايكونات اللي موجودة داخل الجهاز. طيب بقى برنامج وطبعا برنامج زي ما احنا شايفين بيشلك البرنامج بكل ملحقاته وكل مجتملاته على الجهاز عندك. بينضف الجهاز تماما من هذا البرنامج. فلو حالك مثلا نزلت تطبيق او نزلت اي حاجة وحسيت ان هو تجسس. حسينهم دايقك في الكمبيوتر بيطلع لك كل شوية بنوافذ جانبية. بيضايقك في اي حاجة بتقدر على طريق هذا البرنامج انت تلغيه تماما. وفي بعض البرامج لما بنيجي نشيلها من على الكمبيوتر بيقول لك ما نقدرش نشيلها عشان هي مفتوحة في مكان اخر. مفتوحة فين? نفضل نلف بقى حولين نفسنا عشان نشوفه مفتوح فين عشان نقدر نشيله من الكمبيوتر. لو عملنا كلا فريدة واللود بينزل على طول في ثواني معدودة. بينزل على طول يعني حجمه صغير جدا جدا. وبعد كلا حريك بتسطبه وبيظهر معاك بهذا الشكل. دي الواجهة الرئيسية للبرنامج بعد ما سطبناها على الكمبيوتر اللي هو زي ما احنا شايفين الايكونات اللي هي او القوائم اللي موجودة على ادنى الشمال وصفتوير هيلس. طبعا صفتوير هيلس دي كلها عشان تعمل لها زي ما احنا شايفينها دلوقتي بيقول ان في بعض البرامج فيها مشاكل عشان تعمل لها لازم انك انت تشترك في النسخة البروء النسخة المدفوعة. لكن احنا دلوقتي في النسخة المجانية عندنا هنا اول حاجة لو ضغطنا كده عليها بيجملك كل البرامج اللي موجودة على الكمبيوتر. في برامج انا ما نزلتهاش او معرفش عنها اي حاجة خالص عايز اشيلها يعني مثلا عايز اشيل افتر افكت الفين و ساعتاشر اللي موجودة دلوقتي بتعلم عليه كده صح وبعد كده بتروح على بيشلك البرنامج بكل ملحقاته داخل الجهاز لو ضيارت لو ضيارت عليه في اي مكان بقى داخل الجهاز مش هتلاقيه خلاص ولا هتلاقي كل ايكوناته داخل الجهاز. طيب ازاي انقدر نعرف البرامج اللي نزلت يعني مثلا اشتغلت مبارح على الكمبيوتر كنت بحاول انزل برنامج لتسجيل سطح المكتب. وبحاول انزل البرنامج لقدام حضرتك دلوقتي. في بعض التطبيقات نزلت وانا معرفش عنها حاجة. فبتيجي برضو على القائمة بتيجي هنا تلاقي. زي ما احنا شايفين كده دلوقتي. لو ضغطنا كده عليها. هيجب لك كل البرامج اللي لسه نزلة امبارح. دي كلها برامج نزلت امبارح. انا مسلا في برنامج اللي هو اي طوب ايزي ديسك طوب ده انا معرفش عنه اي حاجة خالص. اضغط عليه كده. وقول له ان انستول. هيبدأ على طول في اه عملية محطات تحميل البرنامج البرنامج. ده البرنامج ده مية واربعين وواحد واشمين مية ميجا بايت. لو program try to UN. هيفضل على طول في ازالة هذا البرنامج. وهيزيك كل المكونات بتاعته داخل الكمبيوتر. واطبع لي ايكون على الூ برضو هنطلع هليه شالها. وهيتلقية كل الفردرات بقى الخاصة بهذا البرنامج داخل الكمبيوتر. بتستنى كده عليه لحظات معدودة والمسل الاي شاء nevertheless برنامج بتاعك على حسب حجم البرنامج وعلى حق هيكون سرعة إزالة هذا البرنامج من الكمبيوتر عندك. هنا بيقول ان هو خلاص تم بنجاح إزالة هذا البرنامج. بتضغط وفقا خلاص إزالة هذا البرنامج. واتشال فعلا من قوام البرنامج اللي لسه البرامج اللي لسه نازلة امبارح او لسه نازلة قريب يعني. وبعد كده عندنا هنا لو ضغطنا كده عليه. هيجيب لك البرامج الكبيرة من اتبهها لك بقى على حسب حجم كل برنامج فيهم يعني اول حاجة عندنا اللي هو ده اللي هو بيحول لك الكمبيوتر لموبايل يعني تقدر عن طريقه انك انت تنزل تطبيقات الموبايل على الكمبيوتر وتعامل معها كأنك بتعامل مع شاشة الموبايل بالزبط ده مسحته اربعة وتلاتين وسبعة وتلاتين من مية جيجا بايت مش ميجا بايت جيجا بايت وبعد كده زي ما احنا شايفين والبريمير البرامج دي كلها بتاعة شركة ادوبي طبعا مسحتها بتكون كبيرة وبيفضل ينزل بقى في الترتيب كده في ترتيب البرامج لحد اخر حاجة عندنا هنا اكتف انسباير 521 ميجا بايت يعني شوف فوق كان بالجيجا دلوقتي بقينا 521 ميجا بايت البرامج دي ما بتستخدمهش هنا كتير يعني قل ما استخدمه فعشان هو كده جايبها لي بيقول البرامج دي كبيرة وانت بتستخدمهش كتير فممكن انك انت تقدر انك انت تستغني تستغنى عنها عندنا هنا زي ما قلنا بنقدر ان احنا نشترك في النسخة البرولة واحنا حابين وبعد كده نبدأ ان هو يعمل لنا اصلاحات لبعض البرامج الموجودة عندنا داخل الكمبيوتر ده هنا دلوقتي عشان الشاشة دي حاجات بعض الاعدادات في الشاشة بيصلح لك بعض الاعدادات في الشاشة عشان تكون مناسبة للكمبيوتر بتاعك ومنصحكش طبعا لو انت مش فاهم متلعبش في اي حاجة من اعدادات الشاشة عندنا بعد كده الاضافات على الموجودة داخل الكمبيوتر يعني كل دي اضافات انا منزلها على المتصفح زي متصفح مثلا لو رحنا على جوجل كروم دي كده اسمها اضافات الاضافة الفوق دي كده دي كده اسمها اضافة انا منزلها عندي على الكمبيوتر عشان نشوف مثلا بها قوة الموقع بتاعي وازاي قائس قوة موقع بالعلم ناحية زي ما احنا شايفين كده دلوقتي والأخطاء اللي فيه إيه هي الأخطاء اللي عندي داخل الموقع وإزاي ما احنا شايفين بيجيب 69% دي إضافة أنا ضايفها على المتصفح الإضافات دي كلها بتظهر برضو على وبيقولك أنت عايز تشيل أيها يعني أنت لو عايز تشيل أي حاجة من دول تقدر تشيلها عن طريق برنامج جيل طبعا كل المتصفح لوحده جوجل كروم وموزيلا فيرفوكس ومايكروسوفت زي ما احنا شايفين كده دلوقتي أقدر أن أنا أشيل أي إضافة داخل مايكروسوفت وهنا الإضافات الموجودة داخل جوجل كروم زي ما احنا شايفين هي دي الإضافات كلها داخل جوجل كروم بعد كده عندنا الويندوز أبس زي ما احنا شايفين كده نضغط عليه بيجيب لنا بعض التطبيقات اللي نازلة مع الويندوز أصلا ممكن برضو هارك لو مش حابب أي تطبيق فيهم يكون موجود عندك تقدر أنك أنت تشيل بعد كده هنا أكشن سنتر دي تقدر أنك أنت تضيف منها باقي برامج الشركة اللي هو أو باقي برامج الموقع اللي هو تقدر تضيف باقي البرامج طبعا هنلاقي هنا أكيد برنامج اللي احنا شرحناه قبل كده وعندنا هنا برضو تقدر أنا طبعا عشان منزل تقريبا فعشان كده مش ظاهر لي هنا داخل الصبحة دي تقدر عند رأيها أنك أنت تسجل سطح المكتب لو ضغطنا كده عليه هنزل لنا البرنامج داخل الكمبيوتر عندنا ونقدر أنه نستخدمه ده كان باختصار برنامج تقدر حضرتك أنك أنت تنزله وتتعامل معاه بشكل مجاني تماما في إزالة بعض التطبيقات والبرامج اللي أنت مش حابب أنها تكون موجودة عندك على الكمبيوتر أو اللي غلبتك في أنها تتشال عن طريق أي برنامج البرنامج ده بيشيره على طول يعني أي برنامج أي تطبيق حضرتك ستبته على الكمبيوتر البرنامج ده بيشيره في لحظات معدودة أتمنى حديك تكون استفدت من الفيديو النهاردة واستفدت من شرحنا لتطبيق أن انستولر وتقدر تستفيد منه داخل الكمبيوتر عندك شكرا لحضرتكم وأشوفكم في فيديو جديد وشرح جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته